السلام عليكم شباب معكم جاد 11 اول جدي في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن سلسلات حلقة جديدة راح ابتديها في القناة ان شاء الله تعجبكم طبعا اسم السلسلة اسئلة الاسبوع تسألني سؤال عن دسكني عن دسكني تسألني سؤال عن دسكني في الكومن تحت وانا اجاوب عليه او يمديك حتى تستاني على تويتر يعني السبب خلاني اساوي هذا السلسلة في اللايف ستريم او على تويتر كل يوم تجيني اسئلة تتكرر تقريبا 5 الى 6 مرات فقالت ليش ما اوفر على الناس وقت ووفر عليكم وقت فاساوي اسئلة الاسبوع اجمع فيها الاسئلة كامل واجاوب في فيديو واحد واغلب الناس تستفيد منها فيعني الناس اللي توها تبتدي دسكني او في معلومة جديدة ما حد يعرف عنها راح اتكلم عنها في فيديو الاسبوع وان شاء الله تستفيدون منها فخل نبتدي معكم هذا الاسبوع واجاوب على اكثر اسئلة تجيني في تويتر واللايف ستريم واول سؤال راح يكون معنا هذا الاسبوع جهال كيف اقدر ارفع اللايت اللي حقي بسرعة هذا السؤال جاني احتمال اكثر من 500 مرة وموضوع مرة سهل واسهل شيء اساسا في The Taken King الا عليك تسوي اذا توقب هذه شخصية سوي كوستات تبع القصة الاساسية راح تحصى على اسلحة الجندري ودروع الجندري الشي الثاني العب سرايكات وليفل واحد واربعين الهيرويك العب كده خمس ست سبع سرايكات بدون ما تطلع راح تحصى على اشياء زحمة ترجعتها وتفضيها راح تحصى على شيء جبار مئة بالمئة العب كورتوف اريكس تير وان تير تو تير ثري كلمات تسوي كورتوف اريكس راح تحصى على اشياء كثيرة وهذه الاشياء اكيد راح ترفع اللايت حقك اذا ما تقدر تلعب كورتوف اريكس روح الى ارس اشترم عنده روستيبتك الراين او اشترم عنده ستول الراين وشغل كورتوف اريكس اهم شي انت لتشغل مو خويك اللي يشغل تجلس معه انت لتشغل لانه انت اللي راح تحصى على الريولد فموضوع مرة سهل هذا السؤال اتمنى ما ينعاد عليه لانه موضوع مرة سهل والسؤال الثاني راح يكون معنا هذا الاسبوع وجيني هذا السؤال بعد مرة كثير كيف اقدر تحصل على الجندري ماكس بسرعة طبعا موضوعه بعد مرة سهل اللي عليك تسوي كل يوم تلعب الديلي ستوري راح تحصل على 15 الجندري ماكس وتلعب الديلي كروسبل فست او خسرت راح تحصل على 15 وفي ديلي كروسبل ثاني اذا تفوز راح تحصل على 10 يعني 15 من الديلي ستوري 15 من كروسبل فست او خسرت هذي 30 ولازم تفوز بقيم كروسبل الثالث في الديلي راح تحصل على 10 هذي 40 في جيبك تقريبا 100 بالمئة تحتاج بس نص ساعة في اليوم تلعب دستيني راح تحصلهم 40 في جيبك 100 بالمئة وطبعا طريقة ثانية لان اسويها عادة انه ألعب سترايكات الاسترايكات اذا لعبت راح تحصل على درو رير او انقرامات رير او يمكن حتى ليجندري واذا تسويت دسمانت لليجندري راح يعطيك ثلاثة ليجندري ماكس اذا كانت درع منطور بس اذا الدرع كان عندك مطور راح تحصل على خمسة ليجندري ماكس هذي طريقة ثانية لان نستخدمها حقا تدور يعني ليجندري ماكس وفي طريقة اخيرة اذا ما كنت سويت كوستات حق المين ستوري سوى الكوستات وتقدر تحصل على ليجندري ماكس يعني موضوحة مرة سهل خلال يومين تقدر تقريبا تجيبهم 150 ليجندري ماكس او 140 تقريبا مرة سهل والسؤال الثالثة اللي جيدي عندي عن دستيني يقولك كيف اقدر حصل على سترينج كوينز بسرعة بعد موضوحة سهل اللعب سترايكات لفض 41 راح تحصل على انقرامات زحمة مرة زحمة زرقة راح افتح عند ماستر راهول راح يطلع لك منهم بعضهم سترينج كوينز بس الشي الاساسي مع كل لفض عند ماستر راهول راح تحصل على خمسة موتفلايت وخمسة سترينج كوينز انا تقريبا خلال اسبوع واحد اطلع من 50 الى 70 سترينج كوينز في كل شخصية تقريبا من كثر ما العب سترايكات ولا اوقف يعني تقريبا يومين العب 10 سترايكات وامشي اذا اصدقوا هذه 10 سترايكات لحال نفل سريع حصل لجندري ماركس احصل سترينج كوينز موتفلايت ووبن بارت وارمر ماتيريال اشياء اتحصل مرة مرة زحمة من كثر ما العب سترايكات فزين ما اقول لكم شباب والله سترايكات اهم شي في دستينيا هذا الفترة واخر معلومتين راح اطلقكم اياها شباب وفي هذا الفيديو طبعا مو اسئلة هذا معلومتين مهمتين راح تصير هذا الاسبوع طبعا الكريا دلنا الايرون بانل راح يجي يوم ثلاثة ورح يجيب معاه تحديث جديد 2.0.1 هذا التحديث راح يسوي اشياء كثيرة واهم شي راح يتغير اهم شيئين مو اهم شيئين راح يتغير الشوت باكيج في الشاتغان راح تنلغى نهائيا من اللعبة يعني اي سلاح عندك شاتغان تلعى في كروسوبل في شات باكيج راح ينشال الشات باكيج راح يودع الملاعب فدور لك شاتغان ثاني في غير الشات باكيج والشي الثاني بلاك سبندر طبعا الناس كثيرة تكلمت عن بلاك سبندر ان راح يضعفونه ورح يعادون عليه اشياء كثيرة فصحيح راح يضعفونه ورح يكون معاه تحديث 2.0.1 نصيحة مني سوي السلاح انفيوز الى سلاح ثاني انا عن نفسي سويت انفيوز لس 1000 يارد هذا بالنسبة لي حاليا افضل سنايبر في اللعب راح تكلم عنه فيديو ثاني ليس اشوف افضل سنايبر وطبعا اذا تقدر تشتري من الماشين البلاك سبندر لفل 300 لفل جميع اسطحة سبيشال عندك لفل 300 لان يبديك تقدر اليوم بأكزوتيك شارد وقليمر تشتري من الماشين تروح تحطها تسوي الانفيوز لأي سلاح عندك سبيشال ترفعها الى 300 استغل هاد الفرصة قبل لا يجي التحديث بكرة وتروح عليك وكذا شباب تقريبا مصنية هاية الحلقة اتمنى ان انا عجبتكم واستفدتم منها شيء واستفدتم من المعلومات التي تكلمت عنها فطبعا اذا عندك اي سؤال اي استفسار عن دستاني اكتب ليها في الكومنت تحت راح اجمع الاسئلة وحطها في حلقة اسبوع اسبوع الجاي راح تكون يوم الاثنين كل يوم الاثنين راح اسوي هذا الحلقة راح خليه عادي عندي في القناة اتمنى تعجبكم يعني طبعا سوت هذه الحلقة السلسلة حق تستفيدو منه انتون اكثر وحق اقل لكم منية الفيديوهات اللي مره داعي في القناة فيعني يوفر عليكم ووفر علي وقت كثير فاتمنى شباب ان اعجبكم هاي الفيديو واتمنى ان تترون لهذا الفيديو شير حق يوصل الناس كثير وتستفيد منه ولا تنسى اللايك فيه سبسكرايب واشكوموا مع اخر الفيديو جاي سلام عليكم